للجمال أسرار اللي هو مواد طبيعية وزوينة خاصنا غير دائما المدومة ونعودوا هاد القيناع بروه تقريبا ثلاثة المرات في الأسبوع باش يعطينا نتيجة الفعالة إذا قيدا هند ثلاثة ديال معالك كبار من راشيم القمح فكنا كنا نعرفوا هو إيد ديال راشيم القمح وكيتباع وكيتصيب هند راشيم القمح إذا راشيم القمح فهو معروف بزاف زائد ثلاثة ديال معالك كبار ديال الحليب طري الحليب اللي كان نديرو احنا وللي كان نشربوه فكنا أخذو هاد ثلاثة ديال معالك ديال راشيم القمح وكل أخصائي ديال تغذية هدروع للو فوائد ديال راشيم القح بالنسبة للدد واليوما فهو فوائده كتير بالنسبة للبشرة وبالنسبة كمزيلة الخلايا الميتة إذا كان ناخدو واحد زليفة اللي هي صغيرة كان عملو فيها ثلاثة ديال معالك كبار من راشيم القمح ثم كان نضيفو لهم ثلاثة ديال معالك كبار من اللي حليب الطريب طريقة كيفاش كنخلطو هاد المكوينة مزيان تاكتو اللي عدنا تقريبا بحلشي أجينا وكنحاولو نفردوها على الوجه ديالنا مني كنفردوها على الوجه ديالنا كنخليوها تقريبا المدة ديال عشرة ديال البقايق أو لستة يعني على حسب كيلي كي يجمدلو الخالط على الوجه ديال وضغية كيلي كيتعطل بالنسبة لي كانت البشرة ديالو دهنية كنخليوه ودائما الأساسي في أي قناع مني بغو نديروه سيداتي وكذلك سيدي علش الله أنك تكون غالس وما تتحركش وما تضحكش لأننا منيسا نضحكو دوك التقسيمات اللي كيبانو على الوجه فما كيعطوش الفاعلية بنسبة لماسك أو للقناع فكنخليوهم شوية ديالوقت ثم كم بدون نحيدو هاد القناع أو هاد الأجينا من الوجه ديالنا بطريقة دائرية دائما بالطرف ديال السبع كم بدون نقصروا وغلاحظو أن هاد الأجينا حطينا على وجه ديالنا بيضا لكن كتولي كتكحال لأنها كتحيدو الخلايا والبومغ اللي كتكون على البصرة فكم بدون دائما بطريقة دائرية كم بدون نحيدو حتى كنقصروا وبالنسبة للألف ديالنا بطريقة سهلة وغير مكلفة بكل سيدات اللي كيبرون نققوا الوجه ديالهم بوصفات طابعية إذا هنداش قلنا قلنا أننا كنحتاجوا فقط لثلاثة ديال معالقة ديال الراشيم القمح ثم ثلاثة ديال معالقة كبار ملح ليبطري كنخلطو هاد المكونات كلها حتى كتولي عدنا واحد لاجينا وكنفردوها على الوجه ديالنا ونقضونا فردوها حتى لعل العنق لأنا دائما كانت نساو أن العنق مكمل للوجه أمني كنفردوها كنخليوا واحد شي ديالوقت ثم كم بدون نعملو قوماج أو كتقشير للبشرة بالطرف ديال الأصابع كم بدون ندورو دائما بحركة د دائرية حتى كنحيضو كل المواد اللي كنين في الجسم ديالنا أولا كل الواد اللي كنين على الوجه ديالنا ثم كنمسحو بالقطن اللي كيكون في الزق بالمالورد من بعد فاحنا كنمسحو كذلك بالمدى فيه ومن بعد كم كلا نعملو أي كريم نهاري أو لليلية لحسب الوصفة إمتى عملتها سيداتي وأكيد النتيجة غتكون فعالة إلى استمرتي وعملتها القمح كل ثلاثة أيام وللإشارة الوجه خاص يكون شوية منقيش باش تعطيك النتيجة الفعالة إذن كانت هذه وصفتي اليوم من الجمال أسرار أكيد غنمشوا الفقرة الثانية الأمازيغية ونشوفوا الوصفة اللي غتعطينا عائشة